وبيقول بعد المباراة أن دي مش آخر مباراة لكن النهاردة عايزة أوريكوا فيديو جمهور الزمالك بتعامل إزاي مع ابن شالك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تلعب عشان فلوسهم هيروح زمانك رسالة واضحة وأنا عرضت عليكم الثلاث فيديوهات دول لأن دي درس الكل اللعيبة لازم دايما وانت خارج من مكان ان انت تهتم كويس جدا انت هتخرج ازاي من مكان سواء كنت لعب سواء كنت مدرب سواء كنت إداري فيه فرق كبير جدا من ان اخرج من الباب الكبير بالذات لما تكون في مكان كبير زي نادس زمالك وفيه فرق كبير جدا لما تخرج من الباب الصغير وصحيح في النص فيه ناس هتحاول انها تشوه صورتك وان انت لازم تكون زكي ولازم تكون صريح ولازم تكون تعرف تدير الملف ازاي تعرف ازاي ان انت يكون عندك الشجاعة في المواجهة وان انت ترد وان انت تعرف تاخد حقك كويس لان تاني انا بقول ان الجمهور يعني الجمهور شايف اللي بيحصل قدامه هو شايف ايه شايف ان فيه التهمات وما فيش ردود شايف ان فيه التهمات واضحة وما فيش ردود عليها فده النتيجة في الاخر ده اهمال ملف اهمال ملف ده دي رسالتي بكل بكل دي 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 رسالة اللي انا قد عايزة ورية من ثلاث فيديوهات الحاجة التانية اعايزة حيب ان شرق رغم ان انا وجهت دي انتقاضات قبل كده لكن بحيب ان شرق انه صريح وانه بيشتغل وبيتعب لغاية اخر يوم ليه في المكان رغم انه راجل مش مصير لكن هو عارف انه تزمات ليه خير عليه وبيشتغل وخرج من الباب الكبير من الناس الزمالك ونبنى اتنين بحي جمهور الزمالك جمهور الزمالك العظيم اللي بيحس باللعاب وعارف ان بنشرقي بيلعب لغاية اخر ثانية وبيلعب لغاية اخر دقيقة ورغم ان هو ممكن يمشي اي وقت لكن جمهور الزمالك شايله ان هو موجود لغاية اخر ثانية بيقاتل في الملعب بغض النظر عن النتاج بغض النظر عن مستوى لكن موجود فبرافو بنشرقي برافو وأنا بقول لك أن جمهور الزمالك رغم أن أنت ملعبتش يعني ممكن تلعب ثلاث سنوات في نادي الزمالك لكن صدقني أنا عارف جمهور الزمالك جمهور الزمالك هيفضل بيحبك دايماً وهيفضل مرحب بيك دايماً في نادي الزمالك وهيفضل دايماً نادي الزمالك دايماً هيفضل فتح لك أبوابه فبرافو بن شار في ذكاء وكمان في التعامل مع الملف كتب تويتاء صغيرة أو بوست صغير أن أنا رجل ربنا يعلم أن أنا بحبه والغاية آخر يوم الناس هتفضل تشايله فوق دماغها درس درس لازم اللعيبة تتعلم أخرج من مكان إزاي بالذات لما يكون مكان كبير زي نادي الزمالك النهاردة كان فيه ماتشاط في الدوري حلوة جداً غير ماتشاط الزمالك وسيراميكا وماتشاط مهمة جداً وهنتكلم تكتيكياً عن ماتش الزمالك وسيراميكا بالذات بعد الفاصل مع طارق شعبان